السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله ما صلى وسلم وبركاته على سيدنا محمد. النهاردة هنقولك ازاي? لو عندك الورد عندك الاطفال ده طبعا رد على سؤال بعض المتابعين. عنده الورد والورد اولاده لعبه في النسخة الورد بتاعته. ومش عارف يرجعها زي الاول يا طرأ هل يمساح وينزل النسخة جديدة ولا تقدر في حل للمشكلة دي. طبعا في بعض الحلول اللازم تكون عارفها برضو مش لازم تنزل النسخة جديدة او تمساحها لو انت مش عندك النسخة. ودي طبعا بعض البيانات ان في ناس مبقاش عندها نسخة السورس موجودة عنده على الجهاز فبتطر ينزلها تاني من جديد او ممكن يشتريها او ممكن يروح لحد. لأ انت عندك النسخة لو باز فيها اي مشكلة في الخطوة دي ان شاء الله في الحلقة النهاردة هنخليك ازاي تسترجع البيانات بتاعتك والوفيس بتاعك يرجع او الورد بتاعك يرجع بالطريقة الصحيحة اللي كانت موجودة عليها زي ما انت منزلها بالظبط. ما عليك ان انت هتقفل كده تمام? وتيجي تحت من تحت من عند كده واجه ايه? في حاجة اسمها تمام? ممكن ويتيجي هنا كده هتكتب ايه? هكتبه باللغة الانجليزية طبعا. اول ما بكتب اه اه بيزهر لك هنا عندك هنا في البيانات اهوات. ممكن تخطأ اول ما بكتب ايه بتقدر يزهر لك عندك. تبدأ تضغط عليه وهنا بدأ ما بتاعنا تمام? هنا بيدي لك اربع او خمس اختيارات. اربع او خمس اختيارات هتقدر تختار منهم ملف واحد اللي احنا هنشتغل عليه. اللي هو كي او كريند اوت يوزر. اللي هو بنقول عليه المستخدم الحالي. طبعا هنا في سهم كده لازم تضغط على السهم عشان يظهر لك باقي البيانات اللي هي موجودة في اليوزر اللي احنا نشتغلين عليه. بعد كده بنختار حاجة مايكرو سوفت. او مايكرو سوفت بيبدأ يفتح لي مجموعة من البيانات اللي انا هبدأ اشتغل عليها. بتظهر عندي حاجة اسمها اسمها ايه اسمها مايكرو سوفت. تمام? يبقى انا ما بختارش مايكرو سوفت من فوق. لأ لازم افتح سوفت وير وابدأ اشتغل على مايكرو سوفت. وابدأ افتح الملف بتاعي. بتبدأ تديني بعض البيانات. اقدر انزل كده لغاية ما ادور على حاجة اسمها اوفيس. اجي في حرف اوفيس اهوت. ظهرت عندي الاوفيس اللي انا هبدأ اشتغل عليها. الاوفيس اللي انا هبدأ ايه? اشتغل عليه. لما بتظهر الاوفيس كده باضغط على السهم. بيظهر لي بعض الملفات هنا في النموذج. بيظهر لي بعض الملفات في النموذج. انا بخش على الملف اللي هو 16. اللي هو زيرو ده. تمام? واعمل عليك لكي يمين. وبعد ما بعمل عليك لكي يمين. بقول له ايه? بقول له ايه? دليل. لازم اعمله دليل. تمام? وهنا لما بعمل دليل. خلاص اتشال من عندي. تمام? بتاع نرجع تاني كده. بتاع نرجع تاني. ونشوف. ونفتح البيانات مع مع بعض تاني. انا اخش على اليوزر. تاني اختيار. بيفتح لسهم. باجي اخش على مايكروسوفت بقى هنا. لأ انا بخش على مايكروسوفت بقى هنا. لأ انا بخش هنا. بخش على الاول. وبيجي مع بخش على خلاص. تمام? بابدأ اخش على مايكروسوفت. مايكروسوفت اهوت. تمام? ويبدأ اخش بالسهم كده. على الاوفيس. الاوفيس بتاعي. فين الاوفيس? اهوت اهوت اهوت. اهوت. ابدأ اقول له تعالي. افتح للاوفيس هنا كده. خلاص. وبعد ما بيخش له على الاوفيس. تمام? بيزهر لي طبعا الملف اللي احنا قلنا عليه سنتاشر بوينت زيرو ده. بابدأ اعمله على الكليل كمين. والغيه. هو هنا كده طبعا. ايه ما? طبعا ايه خلاص لغالي الملف. فانا اقدر اقفل. تمام? خلاص كده انا مش محتاجه. تمام? اقفل كده. وابدأ افتح عندي الورد من جديد. تمام? واجه اه اعمال لي ايه بقى? اعمال لي رجعني للحالة الافتراضية بتاعت من الاول زي مايكون انا لسه منزل نسخة الاوفيس من جديد. طبعا بتدي لي ماكروسوفت اوفيس الفين وتسعتاشر. اقول لي ايه? اقفل ايه? تمام? اقول له. تمام? بيبدأ يشتغلي على ايه? الاوفيس بتاعي اللي انا هبدأ اشتغل عليه. سواء الفين وتسعتاشر الفين وعشرين الفين واحد وعشرين الفين وستاشر الفين وعشرين. اقوله بلانك. تمام? بيبدأ يشتغلي على الاوفيس بيبدأ اشتغل اهوت. ومن هنا كمان كل الاعدادات اللي انا كنت اعملها كلها اه اه اتلقت. فاجأ اقول له هنا اه اه واجأ اقول له اه اه احط المصطرة بتاعتي. وهنا بدأ لي اه من اليمين للشمال. وبدأ يديني اه البيانات بتاعتي اللي انا هبدأ اشتغل عليها في اه في النموز. حتى لو منزل نسخة اوفيس غير النسخة لو هي نزلة مع معك مع الاوفيس اه مع الويندوز بتاعك نسخة اوفيس ونزلت اوفيس تاني بيبدأ يجيب لك النسخة الاسية اللي انت شغال عليها من الاول. تقدر تعدل بقى وتقدر تزبط في الملفات بتاعتك وتقدر تشتغل عليه بكل سهول. مش محتاج ان انت تلغي الاوفيس بالكامل وتنزل نسخة جديدة. لأ انت عندك تعمل اعدادات الافتراضية بتاعته ويبدأ كده تشتغل على الاوفيس بتاعك او الورد بتاعك بكل سهول. طبعا اه باتمان ربنا يكون وفاءنا في شرح النهاردة ونلتقي في الحاليات القادمة باذن الله. شكرا لحضرتكم.